من جديد عاد مالك تويتر الملياردير إيلون ماسك لإثارة الجدل حول بقائه في منصبه كرئيساً تنفيذياً للمنصة أم لا حيث نشرا في آخر تغريدة له أنه سيستقيل من منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن يعثر على شخصاً مجنون بما فيه الكفاية لتولي الوظيفة على حد تعبيره مضيفاً أنه سيكتفي بإدارة فرق البرمجة والخوادم في موقف بدأ وكأنه يلتزم بنتيجة الاستفتاء الذي أطلقه عبر المنصة وأيدت فيه غالبية مستخدمي تويتر تنحيته عن منصبه في مجموعة التواصل العملاقة وماسك الذي يرأس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أثر جدلاً واسعاً منذ أن استحوذ على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي حيث فصل نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والغسية ستمكفحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا كما جمد ماسك حسابات بعض الصحفيين ومنع الترويج عبر تويتر لمنصات اجتماعية منافسة قبل أن يعود عن ذلك وأثرت هذه التغييرات الكثيرة تنتباه صناع القرارات السياسية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا سبقاً للمفوضية الأوروبية أن حذرت ماسك من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات عليه بسبب التهديد الذي يشكله لحرية الإعلام وكان ماسك أجرى استطلاعات عبر تويتر سأل فيه مستخدمي الموقع ما إذا كانوا يريدونه أن يبقى رئيساً للموقع أو أن يتنحى وتعهد الملياردير المثير للجدل الالتزام بنتيجة الاستطلاع وأجاب 57.5% من السبعة عشر مليون المستخدم الذين شاركوا في الاستطلاع بنعم مؤيدين بذلك رحيله